ليس هناك جريمة أكبر من القتل وأقسى ما فيه حين يكون الضحية مدنيا أعزل تختطفه رصاصات الموت لا لشيء إلا لأنه يعارض القاتل تلك ببساطة جدلية الاغتيال السياسي الذي تعتمده الأنظمة المستبدة ضد شعوبها وليس كالعراق الجديد أنموذجا لذلك قبل أكثر من عام اغتيل الصحفي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي وسط البصرة في حادثة تعد حلقة من سلسلة متواصلة للاغتيالات التي رافقت ثورة تشرين مستهدفة نشطاء التظاهرات والصحفيين وكان أحمد من بينهم وجهت الاتهامات حينها لفرق الموت والميليشيات التابعة لإيران التي تحاول وعد الثورة بشتى الطرق وبعد سنة ونصف يحاكم القاتل تحت ضغط شعبي متواصل يطالب بالكشف عن القتلة قاضي سأل حمزة قال جتنا أوامر من الحج الشعبي وقال لزي مين جتكم في هذا قال جتنا فتوى جت لحمة طويسة التنفيذ الاغتيال قال مين جت الفتوى قال من علي خامناء قال ساحة علي خامناء يعني في تبار قتل أحمد قال لا للمساعد علي السؤال مرة الثانية هم جاوبة قال جتنا فتوى جت لحمة طويسة إنه في ذلك القيال جت من علي خامناء فالقاضي دونها فتوى من مرجع يعني فتوى مرجع بقوسي ما أضاف علي خامنئي هنا القتلة معروفون رسما واسما والأهم من أداة القاتل القاتل نفسه حديث شقيق المغدور يكشف الجهة التي تقف وراء عمليات الاغتيال تسلسل بذكرهم بدءا من ميليشيات الحاجد وانتهاءا بخامنئي الذي جاءت منه الفتوى بقتل صحفي أحمد عبدالصمد لعله الطرف الثالث الذي دعت الحكومة آنذاك أنه المسؤول عن قتل المتظاهرين لم يدون القاضي اسم خامنئي واكتفى بذكره كمرجع ديني في إفادة المتهم لكن بنظر الكثيرين الأمر لا يخفى على أحد بأن خامنئي متورط بدعم الأحزاب والميليشيات التي تستقي منه أسلوبها الدموي وإن أعيت القاضي كتابة اسم خامنئي فقد قالها العراقيون على نن في ساحات التظاهر عبدالصمد وغيره العشرات دفعوا ثمن وقوفهم بوجه إيران وميليشياتها المسيطرة على العراق لكنهم أثبتوا أن ثورة تشرين ستكون أولى المعاول التي ستزيل صرح خامنئي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر